أثارت الضربة الإسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبية غزة المليئة بالنازحين الحديث عن مصير المفاوضات بين إسرائيل وحركة حمس خاصة بعد مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين وتشير تقديرات المحللين والخبراء السياسيين المختلفة إلى أن المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين ستتوقف بعد قصف المواصي على الأقل في المدى القريب فيما تشتد في هذه الفترة حدة الأزمة بين نتنياهو وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية الذين يجزمون بأنه يماطل من أجل إحباط قدوم اليوم التالي للحرب محللون إسرائيليون رأوا أن استهداف محمد الضيف له ضرر معنوي قد يؤدي إلى تغير في اتخاذ القرارات من قبل حسنوار رئيس حركة حماس في غزة ومن الممكن أن تستعرض حماس قوتها على المدى القصير حتى فيما يتعلق بالصفقة في حين اعتبر آخرون أن محاولة الإغتيال تحمل رسالة إلى قيادة حركة حماس وأن ظهور تأثيرها على المفاوضات سيتطلب بعض الوقت محللون فلسطينيون رأوا أن مجزرة الاحتلال في منطقة المواصل بغزة يوم السبت تمثل منعطفا خطيرا في مسار الحرب والمفاوضات وأكدوا أن هذا تصعيد يعكس استراتيجية إسرائيلية متعمدة لعرقلة جهود التهدئة وتحقيق مكاسب سياسية كما يرون أن الهدف من المجزرة ورفع وطيرة سياسة القتل والتهجير والتجويع هو دفع حركة المقاومة حماس إلى رفض المفاوضات ما يسمح لإسرائيل باتهامها بالتعنت أو إلى تخويف حماس ودفعها لإبداء مرونة أكبر والتنازل عن شروطها نتنياهو اختار في الأوينة الأخيرة تحديد متطلبات إضافية بشأن الصفقة أبرزها منع عودة مسلح حماس وأسلحتهم إلى شمالي القطاع شمال محور نتساريم الذي يسيطر عليه الاحتلال ويقسم القطاع إلى قسمين والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على ممر في لاديلفيا ومعبر رفح وينظر فريق المفاوضات الإسرائيلي إلى هذه المطالب بأنه سيكون من الصعب جدا فرضها على حماس وقد تؤدي إلى توقف الاتصالات لعدة أشهر وذلك في وقت اعتقد فيه مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع قليلة وحذروا من أن تأخير التفاهمات هذه المرة قد يكلف حياة المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر